منذ نحو ست سنوات ومعاناة نازحي مخيم عربت في محافظات السليمانية تتفاقم يوما بعد آخر ففي هذه الخيمة تقتن عائلة نازحة مأساتها مركبة حيث فقدت العائلة التي تعاني ظروفا إنسانية صعبة للغاية المعيلة الوحيدة لها عقب اعتقاله من قبل القوات الحكومية قبل ستة أعوام بذريعة الانتماء لتنظيم داعش وهو ما ينفيه ذوه وليس بعيدا عن هذه الخيمة تقتن عائلة أخرى تعاني من تفشي الأمراض وقلة الدعم الطبي وتؤكد أنها تعيش على فتات المساعدات الدولية عدنا مرضى نفر 17 نفر 10 نفر 8 يلخيمة هالسان عندي هاي ابنها سكر هاي بس الشريحة اخذها من دكتور علي من عربة اخذها ب12 الف أبار اخذ الدرسة أبار بخمسة وانا عندي خير بس ولد واحد عمره 14 سنة ما عندي أحد يشتغل لي وكل الشيء الملزمات الطبيعة كل الشيء صفر ومع اجتداد حرارة الصيف اللاهبة وأزمة انقطاع الكهرباء التي لم تفارق المخيمات تتفاقم معاناة النازحين الذين يؤكدون استفحال مأساتهم وسط انعدام أي دور حكومي يذكر وفي ظل غياب أي توجه حكومي لإرجاع النازحين إلى مناطقهم التي تحكم الميليشيات قبضتها عليها يبقى شعر استمرارية الحياة في هكذا ظروف هو أشد أنواع المقاومة قوة لفأة مستهدفة وما زالت مشاهد الدمار والفرار حاضرة في ذاكرتها